السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقات أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة المتوسطة لطلابي وطالبات رائعين في الصف الثاني متوسط فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في درسنا لليوم إذن درسنا عن تشكيل بالطيف الأورغامي بداية أحب أن أتذكر معكم قوانين التعلم عبر الغنوات عين التعليمية أولا علي أبنائي وبناتي أن أختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن التجمعات وبعيدا عن الضجير تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كما يجب علينا أبنائي وبناتي أيضا أن نستعد نحتاج في درسنا اليوم فقط وجود أوراق تعلم إذن أوراق تعيد تكرارها مرة أخرى ونستخدمها إذن هذا ما نحتاجه اليوم إذن أوراق موجودة عندنا في المنزل ومتوفرة في منازلنا كذلك أبنائي وبناتي ونتابع الخطوات مع المعلمة خطوة بخطوة أخيرا أوجه رسالة إلى أولياء الأمور أطلب منهم التواجد أثناء فترة البث ذلك للتوجيه والإرشاد مساعدة أبنائنا وأبناتنا أيضا حدثهم على أن يقضوا أوقات فراغهم بشيء ممتع ويعود عليهم بالفائدة والنفع الورق فن الأورقامي هدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على تشكيل أشكال مختلفة باستخدام الورق أهداف التدريسية أن يذكر الطالب والطالبة صناعة الورق أن يتعرف الطالب والطالبة على فن الأورقامي ويعرف الفن الأورقامي عبارة عن ماذا أن يطبق الطالب والطالبة خطوات تشكيل طي الورق في عمل فني أي أخيرا أن يستخدم الطالب والطالبة أسالي بمتنوعة في طي الوراق وبعد ذلك أن يذكر الطالب والطالب أهمية العمل اليدوي تحدثنا أنه الفن يرى الكون بعين تحليلية يحلل الأشياء وينقلها لنا بنموذج جميل يصورها لنا بصور رائعة تجذبنا يتعبر لنا أحيانا عن مكنونات الفنان عن دواخلة عن مشاعره إذن الفن هو رسالة جميلة من هذه الفنون التي نسعى إلى إظهارها أمنائنا وبناتنا هو فن الأورغامي قد يكون لدى البعض ميول إلى تشكيل طي بالوراق وغبارة عن ثقافة يابانية وكلمة يابانية تعني طي الوراق بأساليب وأشكال مبتكرة تنقلنا الأشياء من أشياء جامدة أو من أشياء ممكن مألوفة إلى أشكال عمال فنية بالوراق أنه فن الأورغامي هو فن جميل يمكننا أن ينمي مهاراتنا جميعنا يعني كبيرنا وصغيرنا الجميع يستطيع أن ينمي مهاراته باستخدام الانتباه في إتقان فن الأورغامي من خلال تطبيق الخطوات تساعد على زيادة قدرة على التركيز وذلك بأنها تتعامل مع مهارات الفص الدماغي وفص المخ عند الإنسان كما أنه تنمي عندنا قدرة على حل المشكلات نماذج من طي الوراق اللي يمكن نستخدمها رح نطبق معاً تطبيق عملي فقط رح نحتاج ورق اليوم لحظوا معي الخطوات الجزء الأول من الخطوة أمامنا غالباً ورق مستطيع إذن أنا أحتاج إلى ورق يكون مربع الشكل ماذا علينا؟ رح أثني الورقة بطريقة هذه إذن ورح نستخدم المسترة إذن أنا أثنيت الورقة بطريقة هذه رح أستخدم فيقص الورقة ثم رح أزيل الجزء الزائد إذن أصبح لدي ورقة بالشكل مربع كما تشاهدون أبنائي وبناتي أصبحت الآن الخطوة الأولى ماذا؟ يكون عندي ورق بشكل مربع خطوة ثانية رح نثني إطراف الورقة من الجهة اللي في الأعلى لاحظوا مع الجهة اللي في الأسفل إذن رح نثني الورقة الجهة اللي في الأعلى مع الجهة اللي في الأسفل هذا هي في البداية بالطريقة هذه إذن رح نثني أجزاء الورقة بالطريقة هذه إذن هذا الجزء الأول عندي زيادة هنا في الورق رح نزيله باستخدام المصدر إذن بالطريقة هذه أنا أثنيت الورق لاحظوا عندي أصبح خط في المنتصف إذن الخطوة الثانية ماذا سنفعل؟ لاحظوا معي بعد ما نثنيها ويصير رأس المثلثين وكونت شكل مثلث الورقة رح أثني المثلثات على الجهة الأمامية يعني الآن أنا مطبقة عندي الورق بالشكل هذا رح أكون المثلث على الجهة الأمامية بالطريقة هذه لاحظوا معي إذن بهذا الشكل إذن هذه الخطوة الثانية الخطوة الأولى اثنين الورق على بعض كوننا شكل مثلث على أسفل الآن بعد الثانية الورق إذن أثنينا أطرافه بالشكل هذا الآن ماذا علينا؟ علينا أن ندخل الجوانب الورقة للخارج بالطريقة هذه لاحظوا بالطريقة هذه أخرج الجوانب الورقة للخارج إذن إذن هذا الجزء انتهينا منه لاحظوا كيف صارت معي الورقة ثم لاحظوا معي الخطوة الرابعة كيف تكون بعد ما أنا أثنيت الورقة أثبتها بالطريقة هذه وأقلبها على الجزء الأمامي راح نرسم أنا وأنتم وإحنا قلنا أنه فن الأورقام يساعدني على حل المشكلات أنا الآن وجهتني مشكلة سأحلها بأنني أطابق حجم الورقة مع بعض عشان أذاني الثعلب تكون متطابقة بالشكل هذا إذن راح نعيدها راح أعيد خطوة ثانية الوراق المثلثة للخارج بالشكل هذا أبنائي وبناتي ثم بعد ذلك سنرسم ماذا؟ عيناء الثعلب وأنفه وكما تشاهدون بشكل هذا راح نرسم أنتهينا من صنعه بالطريقة هذه أصبح لدينا ثعلبا جميل إذن انتهينا من صنع الثعلب أبنائي وبناتي خطواتها كانت جدا سهلة كانت الطريقة الأولى شكل يكون الورقة مربع نثنيها بمثلثان متطابقة كما هنا يختهر لديكم في الرقم اثنان بعد ذلك نمسك الثانيتين هنا المثلثة ونثنيها إلى الداخل نثنيها إلى الداخل هذه تدخل جوه الأطراف اللي هنا يمين ويسار راح نطلعها نثنيها على برة عشان نكون شكل الأذان من يوم نثنيها إذن أجزاء هذه الأطراف راح نثنيها على الخارج ورح يتكون عندي شكل الثعلب أخيرا أبنائي وبناتي عملية ممتعة ممكن نصنع أشكال مختلفة سأترك لكم ابتكار وتجربة صناعة أشكاء مختلفة وأترك لكم حرية اختيار انتهى درسي أبنائي وبناتي عن طي الورق أو فن الأورغامي قاكم على خير بإذن الله واستودعكم الله معكم معلمتكم منال صالح الغرب شكرا